اشتركوا في القناة البطاقة ما زالت تستعمل رقاقة الفئة المتوسطة AD104 من شركة DSMC التايوانية بدقة تصنيع 4 نانوميتر وهي نسخة محسنة من 50 نانوميتر لكن الفرق الأساسي بينها وبين كارت الفورتي 70 الأصلي هو زيادة عدد أنوية المعالجة الكودا كورز صار عندنا 7168 معالج كودا مقابل 5888 معالج وهي زيادة بنسبة 21% وأقل من بطاقة الفورتي 70Ti بفرق 7% فقط بالنسبة لباقي مواصفات البطاقة صارت تستخدم 48 ميجا بايت من ذاكرة الكاش L2 تماما مثل بطاقة الفورتي 70Ti بدل 36 ميجا بايت مثل الفورتي 70 العادي البطاقة ما زال عندها 12 جيجا بايت من ذاكرة الفيديو GDDR6X وتدفق البيانات فيها 504 جيجا بايت في الثانية على واجهة نقل بيانات 192 بيت بناء على هذه المواصفات البطاقة لازم تكون قريبة جدا من أداء الفورتي 70Ti علما أنها أرخص منها بفرق 200 دولار اختبرنا الكرت مع جهاز في معالج انتل كور اي 9 14900K ورام كورسير دوميناتر DDR5 بسرعة 7200 ميجا ترانسفير في الثانية مع نظام التشغيل ويندوز 11 لعبة Shadow of the Tomb Raider باستخدام الاختبار الداخلي في اللعبة حققت 186 اطار باعدادات هايست وبدقة عرض 2K وبفرق 6% فقط عن أداء الفورتي 70Ti وحققت 96 اطار بدقة عرض 4K مقابل 103 اطار للفورتي 70Ti وبفرق 7% فقط بداية ممتازة للفورتي 70 سوبر ردد Redemption 2 باعدادات Favor Quality وبرمجية Vulcan جابت 118 اطار بأداة الاختبار الداخلي للعبة بينما الفورتي 70Ti جابت 128 اطار وبفرق 8% وبدقة 4K جابت 73 اطار بينما الفورتي 70Ti جابت 80 اطار وبفرق 9% الأداء لحد الآن جدا مشجع ومتقارب بين البطاقتين Cyberpunk 2077 باعدادات ألترا جابت 88 اطار بدقة عرض 2K وبطاقة فورتي 70Ti جابت 96 اطار بفرق 9% وبدقة 4K جابت 37 اطار مقابل 40 اطار للفورتي 70Ti هون بنلاحظ الفرق الكبير في الأداء لصالح الفورتي 80 واللي حققت معنا بهذه الدقة 54 اطار بفرق 45% عن الفورتي 70 سوبر هذه من أكبر الفروقات اللي رصدناها بتجاربنا بين البطاقتين Alan Wake 2 لعبة مجهدة للبطاقات الرسومية حتى بدون تتبع الأشعة بدقة 2K حصلنا على معدل أداء ممتاز وصل إلى 76 اطار بينما الفورتي 70Ti كانت أسرع بنسبة 9% وجابت 83 اطار بدقة 4K الفورتي 70 سوبر قدر حقق 39 اطار فقط بينما الفورتي 70Ti كان أسرع بنسبة 10% وجاب 43 اطار الفورتي 80 هو الوحيد اللي قدم أداء مقبول بهذه الدقة مع معدل 52 اطار فورزا هورايزون 5 لعبة مصقولة وأداءها ممتاز على جميع البطاقات بدقة 2K الفورتي 70 سوبر كانت أبطأ بنسبة 7% فقط من الفورتي 70Ti بواقع 141 اطار مقابل 151 اطار وبدقة 4K كانت أبطأ بنفس النسبة 7% فقط حتى الآن بنلاحظ أن الفرق بين البطاقتين بتراوح بين 7% إلى 10% وهو فرق قليل ويكاد يكون غير ملموس رزدند إيفل 4 بإعدادات Prioritize Graphics قدمت أداء ممتاز بكل دقة عرض بدقة 2K بطاقة فورتي 70 سوبر جابت 167 اطار بينما الفورتي 70Ti تفوقت عليها بنسبة 9% وجابت 183 اطار بدقة 4K أيضا الفرق بين البطاقتين في الأداء كان 9% ننتقل إلى لعبة Marvel's Spider-Man Remastered اللي بتقدم أداء جدا مرتفع مع كل البطاقات الفرق في الأداء بين الفورتي 70 سوبر والفورتي 70Ti بدقة 2K كان قليل جدا وهون ممكن يكون عندنا نوع من عنق الزجاجة بدقة 4K الفرق بين البطاقتين ارتفع نسبيا إلى 6% لكن الأداء ما زال بتجاوز 100 إطار للبطاقتين بهذه الدقة واللي بيعني تجربة قريبة من الهائر فريش ريت بلاكتير ريكوا يام من الألعاب القوية رسوميا بدقة 2K أداء الفورتي 70 سوبر وصل 84 إطار بينما حققت بطاقة الفورتي 70Ti معدل 92 إطار وبفرق 9% بدقة 4K الفورتي 70 سوبر حققت 44 إطار وهو أقل من الستين إطار المرغوب بألعاب البسي بالعادة الفرق كان 9% في الأداء لصالح الفورتي 70Ti هوغوارتس لجاسي حققت 102 إطار بدقة عرض 2K وتفوقت عليها بطاقة الفورتي 70Ti بنسبة 10% وبأداء 113 إطار بدقة 4K استمر تفوق الفورتي 70Ti بنفس النسبة 9% مع 60 إطار مقابل 55 إطار للفورتي 70 سوبر واللي هو ما زال أيضا رقم قابل للعب لعبة ذكاليستو بروتوكول حققت أداء بنقدر نوصفه أنه أداء هاي رفريش ريت على بطاقات إنفيديا من فئة الفورتي 70Ti بدقة 2K الفورتي 70Ti حققت 118 إطار أما الفورتي 70 سوبر حققت 108 إطارات والفرق بينهم كان 9% رقم التسعة بالمية لحظناه بتكرار كثير معنا في المقارنة بدقة 4K حققت البطاقة الأداء اللي بنعتبره سلسل الألعاب البسي وتجاوزت 60 إطار ووصلت 63 إطار ومرة أخرى كان الفرق في الأداء مع الفورتي 70Ti هو 9% دويتشاري 3 مع تحديث الجيل الجديد حققت 94 إطار خلال التجول في عالم اللعبة ببطاقة الفورتي 70 سوبر بدقة 2K بينما حققت الفورتي 70Ti معدل 107 إطارات وبدقة الفورك ما قدرت البطاقة تجيب 60 إطار واكتفت بتحقيق 46 إطار مقابل 52 إطار لبطاقة الفورتي 70Ti وبفرق 13% في لعبة فورك راي 6 حققت بطاقة الفورتي 70 سوبر أداء وصل 152 إطار مقابل 164 إطار لبطاقة الفورتي 70Ti وبفرق بوصل 7% فقط بينما بدقة 4K حققت 85 إطار مقابل 91 إطار للفورتي 70Ti وبفرق أيضا 7% مودر نوار فيري 3 بإعدادات إكستريم قدمت تجربة هاي ريفرش ريت مع 126 إطار وبفرق 4% فقط مقارنة مع الفورتي 70Ti وبدقة 4K أيضا كان الأداء متقارب جدا جدا بين البطاقتين ولا يمكن ملاحظة الفرق بينهم على أرض الواقع لعبة The Last of Us جربناها بإعدادات هاي في جزئية من بداية اللعبة وقدرت تحقق 114 إطار بدقة 2K مع الفورتي 70Ti بينما الفورتي 70Ti قدر يحقق 125 إطار وتفوق بنسبة 9% بدقة 4K حققت البطاقة 61 إطار أقل بنسبة 4% فقط من بطاقة الفورتي 70Ti وأقل بنسبة 26% من بطاقة الفورتي 80 اللي حققت 77 إطار في النهاية بنعرض لكم معدل الأداء بدقة عرض 10ATP على 14 لعبة جربناها بدون ريت ريسنج إحنا ما ورناكم الاختبارات نفسها بهذه الدقة لأنها أقل أهمية بالنسبة لبطاقة من فئة السبعين لكن اختبرنا البطاقة عليها وحبنا نوريكم النتيجة المهتمين وحصلنا على معدل متقارب جدا 171 إطار للفورتي 70Ti مقابل 181 إطار للفورتي 70Ti حتى الفورتي 80 كانت قريبة منهم نوعا ما بسبب عنق الزجاجة بهذا الريزوليوشن وبدقة عرض 2K كان الفرق بين كرتل فورتي 70 سوبر وكرتل فورتي 70Ti فقط 7% وهي نتيجة جدا ممتازة بالنظر إلى أن الفرق في السعر الرسمي بين الكرتين هو 200 دولار أيضا بدقة عرض 4K مرة تانية كان الفرق 7% فقط لصالح الفورتي 70Ti وهي نفس النتيجة بالضبط اللي حصلناها بدقة 2K بين البطاقتين نتكلم عن الأداء باستخدام تقنية تتبع الأشعة لعبة Shadow of the Tomb Raider مثال على الألعاب اللي فيها تطبيق بسيط وجزئي لتقنية تتبع الشعاع والمحصور فقط بالظلال معظم الأداء مازال معتمد في المقام الأول على رسوم بالتنقيط أو ما نسميه بالراسترائزيشن بدقة عرض 2K حققت بطاقة فورتي 70 سوبر معدل 121 إطار أقل بنسبة 10% من بطاقة فورتي 70Ti وبدقة عرض 4K وصل الفرق إلى 13% لصالح الفورتي 70Ti الفرق نسبيا أكبر بقليل من اللي شفناه في الاختبارات السابقة إلى الآن بدقة 2K الأداء للفورتي 70 سوبر كان قابل للعب لكن ما كان مرضي تماما مع تفعيل تتبع الأشعة بلعبة سايبر بنك بدون تفعيل DLSS لكن لحسن الحظ مع تفعيل DLSS كواليتي وخاصية فريم جنريشن حصلنا على قفزة عملاقة في الأداء أما بدقة عرض 4K الأداء كان غير قابل للعب نهائيا لا مع الفورتي 70 سوبر ولا مع الفورتي 70Ti طبعا مرة أخرى تقنية DLSS وخاصية فريم جنريشن بغير الصورة كليا والأداء بصير قابل للعب ولو أنه ما زلنا ما وصلنا لل60 إطار المحبدة درجة حرارة الكارت وصلت 69 درجة مئوية معنا مستوى التبريد جيد لكن نتوقع تبريد أفضل ببعض إصدارات البطاقة من شركاء انفيديا تردد البطاقة وصل معنا 2775 ميجا هيرتز وهو أقل بقليل من تردد بطاقة فورتي 70Ti اللي بالعادة بتتجاوز معنا 2850 ميجا هيرتز واللي هي أسرع بطاقة جربناها من بين كل بطاقات الRTX 40 series حجم البطاقة صغير نسبيا واستهلاكها للطاقة الكهربائية بوصل 220 وط لكن إجمالا كمعدل استهلاك أقل من هذا الرقم لما صدر كرة الRTX 4070 في الأصل ما قدم الأداء المتوقع والمنتظر بالنسبة لهذه الفئة من البطاقات بنقدر نحكي أنه بطاقة الفورتي 70 سوبر زي ما شفنا في الأداء هي عبارة عن تصحيح للمسار البطاقة فعليا أسرع بفارق ملحوب من بطاقة الRTX 4070 وبنفس الوقت البطاقة أقل في الأداء من الRTX 4070 Ti بنسبة 7% فقط وأرخص منها بالسعر بنسبة 33% فبنقدر نقول أنه إنفيديا نجحت في هدفها أنها ترفع قيمة هاي الفئة من البطاقات بطاقة الRTX 4070 سوبر إجمالا هي البطاقة اللي بنقدر نحكي عنها أنها بطاقة الشعب بطاقة مناسبة لأغلب الناس سعرها مناسب الأداء الحراري لها ممتاز البطاقة عندها 12 جيجا بايت من ذاكرة الفيديو الVRAM إحنا بننصح بالاستخدام المثالي إلها أنه يكون بدقة عرض 2K البطاقة ممتازة أيضا لدقة عرض 4K بالذات لما نستخدم خواص مثل DLSS3 مع خاصية Frame Generation لكن ممكن يكون في بعض المحدوديات في بعض الألعاب مثلا زي Hogwarts Legacy زي Resident Evil 4 بالنسبة للVRAM لهذا السبب إحنا بننصح في الأساس أنه البطاقة تستخدم بدقة عرض 2K وبالنسبة لدقة عرض 10ATP ممكن تكون البطاقة Overkill أو أسرع من اللازم لكن مع ذلك خيار بالنسبة للناس اللي بدهم البطاقة تعيش عندهم فترة زمنية طويلة جدا في النهاية بنقدر نحكي أنه بطاقة 4070 Super هي الإشي اللي كان لازم تكون عليه بطاقة RTX 4070 من البداية لكن إنك توصل متأخر أحسن مما إنك ما توصل بالمرة هيك منختم مراجعتنا اليوم لكرتل 4070 Super إن شاء الله نكون قدمنا لكم معلومات شاملة نظرة شاملة عن البطاقة وكل ما يتعلق فيها وتابعونا إن شاء الله لمزيد من المحتوى عن البطاقات الرسومية وعن ألعاب البي سي في المستقبل القريب إن شاء الله شوفكم على خير